هنجيب لحدكم كل الأخبار سواء داخل جدران النادي الأهلي ومحليا وعالميا النصف الثاني من حلقتنا هيبقى عبارة عن فقرتين ودائما احنا زي ما قلنا لحضراتكم بنقف جنب أبطالنا أيا كان منتخب مصر وتشيرت منتخب مصر هو الأساس حتى لو اللعبة دي حتى لو المنافسات دي ما بتتلعبش داخل جدران النادي الأهلي ولكن دي يعني القيمة الكبيرة وهي منتخبات مصر كلنا وراها بأي شكل من الأشكال كان في حدثين الشهر ده مهمين جدا أولهم كان البدل لعبة البدل اللي قلنا لحضراتكم عليها ودينها وقت بشكل كبير البدل اللي بينتشر دشار كبير جوه مصر ومش في مصر بس في العالم كله البدل اللي هي مزيج من الاسكواش والتنس بيلعبها اتنين يعني مش اتنين قصاد بعض بيبقى اتنين قصاد اتنين ودي الميزة اللي فيها لعب جماعي بالإضافة لعب فردي يعني مهارات فردية المهارات الجماعية مزيج ما بين التنس والاسكواش فلعبة الاكس اسكواش اداروا لعبوها والاكس تنس ارضي اداروا لعبوها مصر بتتفوق في علعاب المضرب عندنا اتحاد كابتر غاتواري طبعا رئيس الاتحاد بيعمل شغل كويس دعم من الوزارة فاللعبة انتشرت بشكل كبير عندنا فريق الناشئات والناشئين الحقيقة سفروا وشاركوا في بطولة العالم في براجوي اللي خلصت منذ أيام ودي كتأول مشاركة بالمناسبة لمنتخب مصر للناشئين والناشئات في بطولة العالم للبدل واللعبة دي اللعبة وليدة يعني ماكملش الاتحاد على اشهاره سنة ونص مثلا فالنهاردة بنتكلم على لعبة وليدة لعبة جديدة ان منتخب الناشئين والناشئات يعمل انجاز كبير وانياخد تاسع عالم لا ده انجاز يحترم وشغل يحترم كأول مشاركة لك فأكيد ان شاء الله القادم أفضل مصر بتتميز دايما بألعاب المضرب مش بعيد في يوم الايام وقريبا جدا ممكن تلاقي البدل لعبة أولمبية اذا اللقصه ده اقوله انه منتخب الناشئين والناشئات تاسع عالم ده انجاز كبير لعبة لسه متأسسة في مصر ما بقى لهاش سنة ونص هيكون معنا اتنين من بطلاتنا مع منتخب الناشئات النص التاني من الفقرة الحوارية كان فيه حدث تاني مهم في مصر ألا وهو البطولة العربية للدراجات اللي كان بتعامل على مدمار الدراجات باستاذ القاهرة واللي خلصت برضو منذ أيام البطولة العربية دي كان بيشارك فيه عدد كبير من اللاعبين واللعبات ومصر الحمد لله فازت بالبطولة وحققت 44 ميدالية وده برضو انجاز كبير وده يعني في ضوء الاحتكاك والاستعداد الاستعدادات ليك لباريس 2024 فكل الاحداث دي مهم هيكون معنا بطل وبطلة من الدراجات هنقول أساميهم ونعرفهم أكتر في الفقرة الحوارية بالرغم ان اللعبتين دول ما بيتمسوش داخل جدران النادي الاهلي يمكن البدل في ملعب جوالنادي الاهلي والنادي الاهلي ملوش فريق ولكن منتخبات مصر وأبطال مصر ليهم موجود معنا في برنامج الأبطال أيا كان ولازم نحط الضوء ونربط على أيديهم إن شاء الله لغاية ما يحطوا مصر على منصات التتويق هنروح لأخبارنا هنبتدي بالخبر الأبرز وهي مباراة مبارح لأهلي والزمالك لكرة اليد واللي انتهت بفوز النادي الاهلي 25-24 النادي الاهلي الحقيقة قدم مباراة جيدة في التوتل مباراة جيدة في أحسن من كده ولكن مباراة جيدة أي نعم هذه المباراة لا تؤثر من قريب أو من بعيد على مشوارنا في الدوري ولكن المباراة دي معنويا طبعا المباراة لعبت على صارة النادي النادي زي ما شايفين حضراتكم حاجة فخمة جدا يعني حاجة محترمة جدا طبعا كان مهم جدا أن فرقتنا تظهر بشكل جيد فرقتنا عندنا مباراة تانية مع نادي الزمالك في السوبر المصري في دولة الإمارات الشقيقة يوم تدسع ديسمبر المباراة كانت معنوية بشكل كبير فرقتنا كانت بتفرق بشكل يعني بأربع خمس أهداف أثناء المباراة ويرجع نادي الزمالك يقلل الفارق وده حصل في الشوت الأول وانتهى الشوت الأول 13-11 جينا في الشوت الثاني برضو وسعنا الفارق في منتصف وعند الديئة 45 ورفعنا يعني يمكن تقريبا يعني في منتصف الشوت الثاني طلعنا يمكن فرق 3 أو 4 أهداف أحرز هدف آخر دقيقة وبعد كده كان عنده فرصة يحط هدف تاني ولكن دفاعات النادي الأهل تصدت وأنهت المباراة بفوز 25-24 ألف مبروك مستر ديفيد ديفيد الحقيقة بيأكد بأن الفرق الحمد لله مشى بشكل جيد بيكسب خليا نقول بيقال لمجهود كان مهم جدا تطلع من برح كاسبان بيقال لمجهود لأن انت عندك مطش يوم 9 ديسمبر مع نفس الفريق نادي الزمالك في السوبر الإمارات كل التوفير من مستر ديفيد ديفيد لعبتنا عدت شكل كويس مطشنا اللي جاي مع نادي البنك الأهلي في اسكندرية في دور الستاشر في كاس مصر خليني أقولكم المباراة دي صعبة جدا مباراة الكقوس بتبقى صعب بكثير من المباراة الدوري لأن الدوري ممكن تعود الكأس لا البنك الأهلي هتلعب على ملعبه انت في اسكندرية فهتبقى المباراة صعبة مش سهلة مهم جدا أتخطاها اليد ما عندوش أسبوع يريح يعني أنا بصراحة بصفق على فريق كرة اليد يعني من مباراة المباراة رجعوا من كأس العالم رجعوا من كأس العالم دخلوا على مطشات مهمة هليوبلس بارة سموحة مطش الزمالك النهاردة بتخلص عندك مطش مهم في دور الستاشر هتروح بعد كده لإمارات عندك اليد وشوفنا الكلام ده مع ضيفي العزيز كابتناس اللبي في الحلقة اللي فاتت شوفنا قد إيه هم مضغطين بس هم عندهم هدف وكلنا معهم مركزين أو مركزين عايزين يحققوا حاجة للنادي الأهل السندي أو وطبعا مش محتاج أفكر حضراتكم إن احنا بطل الدوري والكأس للموسم الماضي سواء رجال أو السيدات